خليني أعرف من خلال حركة مبدئياً تعريفك لهذا القانون أهمية ليه القانون ده يبدو كأنه قانون مفصلي وإحنا بنقعد فيه اللجنة الفرعية نناقش فيه أربعة كام أربعة شهر شهر أربعة شهر شهر الفرعية غير غير التشبعية طيب إيه بقى ليه ليه أهمية ده وتعريف بسيط كده القانون الإجراءات عشان نتسدى المشاهدين من غير المتخصصين كمان يفهموا الحكاية أن قانون الإجراءات هو القانون الإجراءات الجنائية طبعاً هو القانون اللي اللي بينظم الأبض على الأشخاص وتفتشهم وتفتش منازلهم ومحاكمتهم والمحاكمة الجنائية اللي بتتعرض عليها قضاياهم ونظام الدفاع فيها والمرافعة وشروطها وقواعدها وكمان تنفيذ الأحكام والسجون اللي بيتحط فيها المتهمين بعد الحاجة إيه دانيته فمن هنا يعني من أول الأبض على المتهم لغاية تنفيذه للحكم مروراً بدرجات التقاضي بكل بإعلانه بإعلان الأحكام بإعلان الأضايا كل الإجراءات المرتبطة بكل هذه الأمور ده داخل قانون الإجراءات الجنائية فمن هنا بتبان أهمية القانون وبيبان كمان التشابك اللي بين الجهات كلها المعنية بالقانون من وقت تطبيقه وتنفيذ أحكامه فهتلاقي مرتبط بقانون الإجراءات الجنائية ووزارة الداخلية تقريباً كل شغلها قانون إجراءات جنائية القضاء في شقه الجنائي كل المحاكمات الجنائية بيرتب أمورها بالإجراءات تمام فبتلاقي مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل مشتبكين أيضاً الدفاع ونقابة المحامين طبعاً وده مهمة ومهنة ورسالة المحامات بتنظم في جانبها الجنائي من داخل قانون الإجراءات الجنائية وأهم من كل ده حرية الأفراد في المجتمع لأنه أنت تقييد حرية الشخص الطبيعي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية بيتم من خلال الإجراءات اللي بينظمها قانون الإجراءات الجنائية فأنت بتتكلم عن قانون مفصلي مهم جداً إيه بقى كان الحاجة إلى تعديله أو تغييره أو قانون جديد ليه؟ كماله قانون الإجراءات الحالي أولاً القانون الإجراءات الحالي ده عمره 74 سنة يعني صدر في 1905 ده عدى المعاش يعني آه يعني عدى المعاش أكيد فيه تغيرات حصلت خلت فيه ضرورات عملية لتغيير القانون أو تعديله وتعديلات واسعة كمان طرق على ده طرق علينا الدستور الجديد 2014 اللي جيب أحكام بتستلزم تعديل قانون الإجراءات الجنائية أمثلة للحاجة مثلاً يعني يعني القانون الدستوري اللي هو الدستور الحالي ألزم الدولة بتنظيم التعويض عن الحرس الاحتياطي مثلاً فده ما كانش موجود في الدستور قبل كده اللي كان على أساسه تعامل قانون 1950 ما كانش الدستور 1923 ما كانش فيه القاعدة دي فلازم هنا يتدخل المشرع في وضع قواعد جديدة لتنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي التقاضي على الجنائي على دراجتين والاستقناف الجنايات برضو ده ورد في الدستور المصري يعني ده قانون مكمل للدستور؟ ده قانون من أحد القوانين المكملة للدستور وبالعشر سنين بتكملهوش؟ هو كان فيه موعيد لاستقناف الجنايات بس أه كان يعني ألزم الدستور أنه في خلال عشر سنوات تنظم الدولة واستقناف الجنايات في خلالهم وده اللي احنا لحقناه فيه آخر أيام في مهلة العشر سنين في سبعتاشر واحد من العام الجاري يبقى عن دراجتين قبل مروح النقط؟ آه بالضبط لأنه كان الأول نظام المحاكمة في الجنايات على درجة واحدة وطريق طعن غير عادي اللي هو أمام محكمة النقط بقى فيه استقناف جنايات وفقا للدستور ووفقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية إذن هناك ضرورات دستورية أو ضرورة دستورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية طيب في بعض المواضع فلسفة القانون هنا المشرع الدستوري ألزمنا بتغيير الفلسفة اللي مبنى عليها القانون القديم في بعض مواضع القانون ده فبالتالي كانت هناك تلك الضرورة الدستورية الضرورات العملية متعددة لأن طبعا في 1950 عدد الأضايا وعدد المتقدين وطريقة الإعلان للأضايا والمحاكمات والرولات وعدد القضاء وعدد المحامين المسألة اختلفت من 1950 ل2024 فبتبرز بقى بعض المشاكل طبعا في التطبيق العاملية فيه ناس بعض الناس تقول يعني طب هو القانون القديم كان فيه مشكلة يعني ما هو شغال الدنيا شغال لا وهو ورضو احنا يعني اللي مشتغل بالقانون واللي مشتغل أمام المحاكم بيشوف أن هناك من المشاكل العملية المتعددة والكبيرة جدا اللي كانت بتعرض لها في حاجة للتعديل التشريعية طبعا في حاجة للتعديلات التشريعية